مرحبا فيكم أصدقائي راح نحكي اليوم عن عملاق الأدوات الصوتية موقع 11 Lab هذا الموقع خيارات كثيرة فيكم تستخدموا أمور كثيرة في منها شيء مدفوع في مجاني طبعا من الأدوات المجانية فيكم تستخدموها لعدد معين مثلا عنكم مثلا 10,000 كلمة بالشهر فيكم تستخدموهم وتخلصوا 10,000 تقدروا الشهر اللي بعده ترجعوا تستخدموه ل 10,000 الجديدة في عنكم مثلا تقدروا تأنش ثراث صوتية تكتبو له مثلا بدي مؤثر صوتي مثلا لصوت تاكسي او مثلا لصوت فيل او لصوت باب عمي تسكر بيعمل لكم هذا المؤثر فيه مثلا بتطلبوا منه إذا بيجي لكم فيديو تعطوه فيديو باللغة العربية أنا بحكي باللغة العربية بيطلع لكم ياه باللغة مثلا الألمانية إنجليزية الفرنسية اللغة يلي بتكون ياه تعالوا تعرفوا على الفيديو مع بعض وبتمنى إذا عجبكم الفيديو تشاركوا مع أصحابكم دعونا نشوف هلأ مع بعض دعونا نبدأ نجرب الموقع الموقع مثل المشافين لما تدخل عليه في عنكم خيار اسمه GoToUp لهاد الموقع عن طريق الإيميل تبعكم وما رك تدفعوا شي ولا حيطلب منكم مصاري وعنكم خمس تالاف حرف فيكن تستخدموه بالمرة الوحدة وبالمجمال عنكم عشر تالاف حرف فيكن تستخدموه بالشهر طبعا كل ما يخلص العشر تالاف بالشهر اللي بعده بتقدروا تستخدموه مرة تانية هلأ نحن مثلا إذا بدنا إذا كبسنا على الهيستوري بيطلع لي المصوصة اللي قدمتها قبل هالمرة تمام اللي جربتها حاولت من كتابه لصوت هلأ هون خلينا نجرب نكتب له مثلا مرحبا أنا موجيه القيمي وهذه تجربة من هون نقدر نختار الصوت اللي بدنا يعني هلأ أشهر الأصوات اللي هو صوت آدم أنا مختارهم بشكل طبقائي فيكم من هون من settings تختاروا بتكون يا سريع بتكون يا بطيء الطريقة اللي عم يحكي فيها خلينا نختار أنا رح أختار بس هيك وهلأ من هون فيكم كمان تختاروا وستم بتكون يا مثل ما شعر فيه هون مثلا عم يحكي نشرة أخبار أو مثلا عم يحكي مثلا محادثة عادية أنا رح أكبس هلأ جينيريت سبيتش ولنشو شو كح تكمون النتيجة مرحبا أنا وجيه الخيامي وهذه تجربة تمام؟ هذا الصوت طلع لنا هلأ إذا حطيتوا كمان تشكيل الأحرف رح تطلع النتيجة كمان مبهرة ورح تغطيكم أداء أحلى إذا بتكون تنزلوا هذا الصوت تكبسوا على زرة داولود هون وصير عندكم موجود على الكمبيوتر صار عنا هون الفيديو هلأ متل مشاعفين الصوت؟ مرحبا أنا وجيه الخيامي وهذه تجربة هلأ هون متل مشاعفين الريمانينج هلأ بقيان عنا 9967 حرف فينا نستخدمون من هلأ لنهاية الشهر إذا بتكون تستخدموا أكتر من هدول تكبسوا على أبغريد وتدفعوا مصاري وتشتروون عنا هلأ الشغلة التالية مثلا يلي هي سبيتش تو سبيتش هلأ هون فيني مثلا سجل صوتي وقلو يحول ليها لغير لغة نعمله سماحية مرحبا أنا وجيه الخيامي وهي تجربة نكبس هلأ على ستوب ومنشوف هلأ هلأ رح يحولنا إياها نكبس على جينيريت سبيتش نشوف هلأ النتيجة مرحبا أنا وجيه الخيامي وهي تجربة مرحبا هلأ فينا مثلا نحولها لصوت بنت مثلا خلينا نجرب كمان مرحبا أنا وجيه الخيامي وهي تجربة مرحبا هلأ 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 نتيجة تبع الميزة تبع سبيتش تو سبيتش هلأ في عنا كمان ساوند افكتس مثلا بدنا نعمل الإنشاء لأصوات بدنا مثلا صوت أغلاق باب ونكبس هلأ على جينيريت ساوند إفكتش نشوف هلأ شو رح يعطينا هلأ عطانا هلأ هدول خيارات مرحبا مرحبا بالخيارات بأقل من دقيقة تقريبا عطانا أربعة خيارات هنا ننزل يلي بدنا نكبسه على داونلود وصار عنا هون صوت أغلاق الباب يلي سمعنينه هون ميزة الفويس أوفر في استوديو ميزة جديدة هاي بس أنا لسه ما استخدمتها لسه حطل عليها وبركي بعمل عنها فيديو عن قريب وأهم ميزة وأحلى ميزة هي ميزة دابلش للفيديوهات من فترة صورت فيديو وطلبت منه انه كان طلبوا مني السيكريبت باللغة الإنجليزية أو بالألمانية أو لغة تانية بس وقتا أنا طلبت من قطلون ما رح أكتب السيكريبت حولها من العربي للإنجليزي وأجع ترجم الفيديو رح أساوي لكم ياه بطريقة تانية اللي هي عن طريق دابلش الفيديوهات على هاد الموقع ساويت وقتا هاد الفيديو كان أنا كنت حاكي باللغة العربية موجود عندي على القناة إذا تدخلوا ساويتوا بعدين رفعتوا هون تدخلوا على الموقع بس بتكبسوا على ندخل create new doubt وهون بتختاروا الاسم البروجيكت اللي بتكون ياه وبتختاروا من أي لغة لأي لغة يعني مسلا هلا أنا اللغة تبعي بالعربي كنت عمل الفيديو والتارجت بتكون ياه بالإنجليزي بالصيني بعدين اللغات كله ياته موجودة ترفعوا الفيديو عنكن لحد الخمسة واربعين دقيقة أو حجمه يكون خمسمية ميجا هلا أنا الفيديو اللي عملتوا هذيك المرة هاده هو خليين فرجيكم ياه حولها للغة الإنجليزية وبطريقة استنسخ صوتي وحولوا للغة الإنجليزية وانتو بتقدر تختاروا كمان حتى من أي ثانية لأي ثانية بيتكون متل مشاعفين هون متل مواضح هون بتحدد من أي ثانية لأي ثانية مثلا وحتى بتقدر تحددوا كم واحد عم يحكي مثلا اتنين ثلاثة لتسع أشخاص وبس تخلصوا بياخد وقت تقريبا بين الخمس دقائق للعشر دقائق حسب مدة الفيديو ايز كان طويل هاده الفيديو كان مدة دقيقة ونصف واخد وقت تقريبا شي عشر دقائق اذا كان الفيديو لسه أطوال رح ياخد معكم أطوال من هيك كمان اهم ميزة يلي هي Voice Isolator الفيديو انا من فترة عملته كنت عم بضرب على هاي اللابة واحد قال لي انت عم تضرب بس انو عم تضرب بالجلد ما في صوت انو عم تضرب بالأضافر قال انو في صوت عم تضرب الجلد ما في صوت ما سمعني انتو الصوت هلا ولا لا رح نجرب هلا نسجل الصوت مباشرة على الفيديو خلينا نكبس هلا على نكبس على زر الترشيل وهلا انا مخبط فيه انتو سمعني هلا الصوت وانا سمعانو وليكو عم تسجل على الشاشة هاي بالأضافر وهي بالجلد شام ما حدا يقول ما في صوت نجرب كمان شغلة تانية تمام هلا بنعمل Stop خلينا نشوف هلا نشوف هلا نسمع episode هذه الصوت اللى سجلنا زر الترشيل انا مخبط فيه انتو سمعاني هلا الصوت وانا سمعانو وليكو عم تسجل على الشاشة هاي بالأضافر memes اصدرت وانا اصدرت انتم سمعانو وليكو عم تسجل على الشاشة هي بلأ الآخر الذي سجلت كان ما حدا يقول ماiritual نجري كمان شغل ثاني تمام؟ هلأ نعمل الصوت سماكوا الفرق بين الصوتين الصوت الفؤاني يلي هو هاد زاد الترشيب و هلأ أنا أخبط بي انتو سمعني هلأ الصوت وهذا الصوت الثاني زاد الترشيب و هلأ أنا أخبط بي انتو سمعني هلأ الصوت و أنا سمعانه أخذ معنى تقريباً أقل من عشف سواني و خمس عشر سانية سجلنا الصوت كبس ناوله هلأ على الاسوليت بويس و أعطانها النتيجة خلال ثواني بتقدروا بتكبسوا عليها هون على داونلود و صار عنكن التسجيل نظيف حتى يعني انو لاحظوا الفرق بين الصوتين هلأ إذا نرجع خلينا نرجع نرجع البداية سمعوا سمعوا هلأ الصوت سمعوا هلأ الصوت من البداية كيف صار اللحن سمعوا هلأ الصوت الصوت الأول كان في انو بتحسوه غميء و كتير ما في انو ديب فويس بس هلأ صار الصوت واضح أكتر و بدون أي ضوجة الموقع اسمه 11 لابس حكيت لكم عنه أكتر من مرة بتمنى تكونوا استفادتم الفيديو إذا لكم أي سؤال اكتبوا لي تحت بالطريقات كان معكم موجين خيمي يلا سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر